هذه هي الحلقة الثانية من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة الموضوع الذي سأحدثكم عنه في هذه الحلقة وردتني بخصوصه أسئلة كثيرة ليس في هذه الفترة وإنما فيما تقدم من الوقت ولقد تحدثت عن هذا الموضوع في سالف الأيام لكن الأسئلة تكررت وتكررت رقية بنت الحسين الأسئلة عنها وعن مزارها الشريف في دمشق رسالة لفتت نظري من بين تلك الرسائل وأعتذر لمرسلها عن تأخري في الإجابة لأنني لم أجد فرصة مناسبة كي أضع جوابي في طوايا برامجي التي قدمتها في المدة المتصرمة بيته قريب من حرمها يعيش في جوارها يقول لكن كلام المعممين حيرني ما سمعته منهم عبر وسائل الإعلام أو ما سمعته منهم بشكل مباشر حينما أوجه الأسئلة لهم بخصوص السيدة رقية إنهم ينكرونها أو يشككون في وجودها كما يقول فأصبحت في حيرة من أمري كنت فرحا بمجاورتي إياها ولكنني بعد الذي سمعته من المعممين أصبحت في حيرة من أمري بخصوص اعتقادي أو علاقتي بهذا المكان يشير إلى مزارها الشريف سأجيب على هذه الأسئلة لكنني أقول لصاحب هذه الرسالة من الآخر خائب هذا الذي يأخذ دينه عن العمائم الطوسية وخصوصا عن العمائم التي تكون قريبة من المرجعية من المراجع خائب هذا قد تستغرب من كلامي لكن الحقيقة هي هذه خائب 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 هذا الذي يأخذ دينه من أصحاب العمائم الطوسية أتحدث عن عمائم النجف وكربل خائب 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 وفاشل وفاشل إلى أبعد حدود الفشل هؤلاء لا يأخذونكم إلا في طريق جهالتهم وفي طريق ضلالتهم وفي طريق منافرتهم لدين العترة الطاهرة دين مراجع النجف وكربلاء دين منافر لدين العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة الذين يسمعون أحاديثي لأول مرة يستغربون من هذا الكلام لكنني أقولها لهم هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة على أي حال أعود إلى موضوع الحلقة وإلى الأسئلة التي تدور حول وجود وحقيقة شخصية السيدة رقية وكذلك ما يرتبط بمزارها الشريف في دمشق وهو مزار معروف يقع قريبا من المسجد الأموي في وسط دمشق هناك موضوعات في الحياة في الحياة الدينية في الحياة الدنيوية من الصعوبة أن نثبتها ومن الصعوبة أيضا أن نقوم بنفيها لماذا؟ لعدم توفر الأدلة الواضحة والصريحة جدا في إثبات هذا الموضوع أو في نفيه موضوع السيدة رقية لا نملك بخصوصه أدلة واضحة صريحة قطعية بينة من جهة الإثبات وكذلك لا نملك ما يمكن أن نستدل به على النفي فهناك الكثير من المعطيات التي تحول فيما بين الإنسان وبين أن يقوم بنفي الموضوع وإنكاره أو على الأقل أن يشكك فيه خلاصة القول إذن نحن لا نمتلك أدلة واضحة على إثبات هذا الموضوع ولا نملك كذلك المبررات التي تجعلنا ننكر الموضوع أو أن نشكك فيه صحيح أن كبار مراجع الشيعة يشكك يشككون في وجود السيدة رقية ويشككون في مزارها قد لا يصرحون بهذا أمام عوام الشيعة لأنهم لا يريدون أن يصطدموا بعوام الشيعة وربما يجيبون بخصوص هذه المسألة بنحو إيجابي يتماشى مع ما يعتقده عوام الشيعة فهم في الحقيقة ينكرون وجودها ينكرون من أن بنتا للحسين يقال لها رقية ومن أن حادثة وقعت في الشام هي التي تنقل على المنابر أو في بعض كتب المقاتل من أن رقية استيقظت في ليلة من الليالي حينما كانت العائلة الحسينية في الشام تريد أباها ووصل الخبر إلى يزيد وأمرهم أن يأخذ إليها الطشت الذي فيه رأس الحسين الحكاية التي نعرفها عن السيدة رقية صلوات الله صلوات الله عليها ينكرون هذا المعنى ينكرون هذا ويشككون في مزارها أضرب لكم مثالا أعيان الشيعة هذه الموسوعة الكبيرة في ترجمة رجال الشيعة ونساء الشيعة أيضا البارزات أعيان الشيعة لمحسن الأمين والذي كان يعيش في سوريا عاش فيها ومات فيها فهو مدفون في دمشق في الحرم الزينبي هذا المجلد السابع من أعيان الشيعة إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة الرابعة والثلاثين في العمود الأيسر باعتبار أن صفحة تشتمل على عمودين في العمود الأيسر وتحت هذا العنوان رقية بنت الحسين عليه السلام لم يكتب عنها شيئا كثيرا وإنما هكذا قال ينسب إليها هذا التعبير ينسب إليها يعني أنه لا يعتقد بصحة وجودها وبصحة وجود قبرها ينسب إليها قبر ومشهد مزور أي أن الناس يزورونه بمحلة العمارة من دمشق الله أعلم بصحته إلى بقية كلامه من أنه قد جدده جدد المزار المرزى علي أصغر خان وزير الصدارة في إيران عام 1323 عام 1323 هجري قمري دققوا النظر في كلامه ينسب إليها قبر ومشهد مزور بمحلة العمارة من دمشق الله أعلم بصحته هذا هو حال كبار مراجع الشيعة محسن الأمين العامل من كبار علماء الشيعة ومراجعهم وكان مرجعا للشيعة في بلاد الشام عامة الشيعة لا يعبؤون بهذا الكلام يعتقدون بوجود السيدة رقية ويعتقدون بقدسية مزارها وهم مستمرون في زيارة قبرها الشريف بنحو عام مراجع الشيعة عقائدهم ضعيفة علاقتهم بالعترة الطاهرة ضعيفة جدا 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 عوام الشيعة لا يعرفون هذا بينما المراجع أنفسهم يعرفون أن عقائد عوام الشيعة أفضل من عقائدهم وهذا الأمر يتحدثون به فيما بينهم في مجالسهم هذا الكلام يطرح دائما في الأوساط الحوزوية ولكن من دون مسمع من عوام الشيعة المراجع الطوسيون يعلمون أن عوام الشيعة يملكون علاقة بالعترة الطاهرة علاقة وجدانية أقوى وأمتن وأشد من علاقة المراجع الطوسيين من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل لأن علاقة المراجع بالعترة علاقة هزيلة إلى أبعد الحدود هم يتظاهرون بالعلاقة الوثيقة بالعترة الطاهرة لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك يريدون أن يضحكوا على عوام الشيعة هذا الكلام الذي أقوله لكم خلاصة تجربة طويلة وخلاصة معرفة معمقة وخلاصة تحقيق طويل في المكتبة الشيعية المرجعية وهذا المعنى تحدثت عنه كثيرا في برامج المختلفة السابقة وأثبت هذا بالأدلة والحقائق والوثائق ولا أريد أريد أن أطيل الكلام بخصوصه في هذه الحلقة لما سأحدثكم في شيء من جواب بخصوص السيدة الرقية وبخصوص مزارها الشريف لو أن سائلا يسألني هل هناك كتاب عندنا في المكتبة الشيعية من كتب الحديث من كتب التأريخ من كتب المقاتل القديمة الأولى وليست المتأخرة كتب المقاتل هي كتب تأريخ لكنها تتخصص بمقتل الحسين لأنني أتحدث هنا في أجواء الحسين صلوات الله وسلامه عليه هل هناك من كتاب من كتب الحديث من كتب التأريخ من كتب المقاتل القديمة الأولى هل هناك كتاب تحدث عن السيدة رقية ومن أن بنتا للحسين يقال لها رقية كانت كانت صغيرة السن وجرى ما جرى عليها في الشام ما نعرفه مما يذكر في المجالس الحسينية بخصوصها الجواب لا يوجد عندنا كتاب يحمل هذه المعلومات بنحو واضح وصريح وكامل لا في كتب الحديث ولا في كتب التأريخ ولا في كتب المقاتل الأولى المقاتل القديمة من هنا قلت لكم في بداية حديثي في هذه الحلقة من أن موضوعات في الحياة لا نستطيع إثباتها بالأدلة الواضحة الصريحة ولا نستطيع نفيها إذن ما سنصنع الطريق إلى الأجوبة في مثل هذه المسائل البحث في عالم القرائن علينا أن نبحث عن القرائن وفي القرائن عن القرائن المرتبطة بالموضوع قطعا والقرائن جمع لقرينة والقرينة يراد منها معطا علميا معطا كاشفا معطا وثائقيا لا نستطيع أن نجعله دليلا كاملا كي نثبت به وفي الوقت نفسه تجعلنا القرينة لا نملك مبررا لنفي الموضوع إذا ما تعاضدت القرائن وتجمعت فإنها ستشكل دليلا وقد يكون دليلا قويا جدا 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 من هنا فإنني سأكون مضطرا إلى أن أجعل كلامي في جوابي على الأسئلة التي أشرت إليها أن أجعل كلامي في دائرة القرائن وأبدأ من هنا من هذه النقطة لا نملك صورة واضحة عن عدد أولادي وبناتي سيد الشهداء الكتب التي تناولت هذا الموضوع اختلفت فيه ولا أريد أن أدخل في التفاصيل لكنني إذا ما ألقيت نظرة على عمومي الكتب التي تحدثت عن أولادي وبناتي سيد الشهداء هناك كلام عن بنت صغيرة وربما أكثر وتعددت الأسماء التي ذكرت في تلك الكتب وهي تصرح بأن الإسم الفلاني يرتبط ببنت صغيرة للحسين صلوات الله عليه هناك مجموعة أسماء فاطمة الصغرة فاطمة الصغيرة أم كلثوم الزينب الزبيدة رقية هذه الأسماء وردت في هذه الكتب التي بين يدي وفي غيرها فأنا لا أستطيع أن آتيكم بكل كتب المكتب إنما أنتقي وأختار أهمها هذه الكتب التي على الطاولة أمامي وغيرها منها ما هو باللغة العربية ومنها ما هو باللغة الفارسية تعددت فيها الأسماء التي تتعلق ترتبط ببنت صغيرة للحسين وربما أكثر كما قلت لكم فاطمة الصغرة فاطمة الصغيرة ويبدو أن فاطمة الصغيرة هي فاطمة الصغرة أم كلثوم وقد يكون هذا العنوان كنية ل فاطمة نفسها في آدابنا الشرعية يستحب أن يسمى المولود أكان ذكراً أم أنثى على حد سوى أن يسمى وأن يكنى وأن يلقب الإسم هو الإسم أما اللقب فهو الوصف اللقب في لغة العرب الوصف الذي يشير إلى حسن أو قبح قطعاً هنا الكلام عن ألقاب تشتمل على معنى جميل لأننا أمرنا أن نختار أحسن الأسماء لأولادنا يستحب إذن أن يسمى المولود ويلقب ويكنى شائع بين الناس يقولون مثلاً فلان الطائي يقولون هذا لقبه هذا نسبه هذا نسبه حينما نقول مثلاً رضي الدين علي بن موسى الحسني الداودي ابن طاوس رضي الدين هذا لقب علي هذا اسمه حينما نقول ابن طاوس هذه كنيته الحسني الداودي هذا نسبه الكنية ما ابتدأ بأب أو أم أو أخ أو أخت مثلما هو معروف في الأوساط الشيعية يقولون عن العباسي قمر الهاشميين أخ زينب أخ زينب هذه كنية أبو الفاضل كنية أخ زينب كنية ما ابتدأ بأب وأم أو أخ وأخت أو ابن وبنت يقال له الكنية كما ضربت لكم مثالا قبل قليل رضي الدين علي بن موسى ابن جعفر الحسني الداودي الحلي المعروف بابن طاوس رضي الدين لقب علي اسم الداودي الحسني الحلي نسب ابن طاوس حينما يكون هذا العنوان مشخصا ومشخصا لصاحبه فهذه هي الكنية فربما أم كرثوم قد تكون كنية لفاطمة إذن فاطمة الصغرى فاطمة الصغيرة أم كلثوم زينب زبيدة رقيه كان معروفا عند العرب العوائل الكريمة العوائل الشريفة أشراف القوم تكون لهم أسماء متعددة وهذا كان واضحا في سيرة أهل البيت أمير المؤمنين مثلا على سبيل المثال أمير المؤمنين أمير المؤمنين سمي حين ولادته سمته أمه بحيدرة فاطمة فاطمة بنت أسد سمت وليدها حيدرة أبو طالب سماه زيدا إمامنا السجاد حينما سمى ولده زيدا سماه باسم أمير المؤمنين زيد هو اسم أمير المؤمنين أبو طالب سماه زيدا محمد صلى الله عليه وآله سماه عليا ومحمد حين سماه عليا لأنه يعلم من أن الله اشتق اسم علي من اسمه العلي وهذا واضح في رواياتنا وأحاديثنا والقضية لا تقف عند هذا الحد أنا لا أستطيع أن أدخل في كل التفاصيل في بعض الأحيان الاسم الأصل يضيع ينسى عبد المطلب جد نبينا له عشرة أسماء لكنه يعرف بعبد المطلب أتعلمون أن عبد المطلب ما هو بالاسم الأصل له صلوات الله عليه اسمه الأصل شيبة الحمد هذا هو اسمه كثيرون يتوقعون أن شيبة الحمد لقب لعبد المطلب عبد المطلب اسمه شيبة الحمد أما عبد المطلب هذا فهو اسم طارئ وعرضي ولم يكن مقصودا هاشم ليس له من الولد إلا عبد المطلب تزوج تزوج وسافر إلى فلسطين فحينما سافر إلى فلسطين ترك زوجته عند أهلها كانت من أهل المدينة وكانت حاملا بعبد المطلب توفي هاشم في سفره إلى فلسطين ودفن في فلسطين ولا زال قبره موجودا في فلسطين أهل هاشم في مكة ما كانوا يعلمون أن زوجته كانت حاملا لأن هاشم في بداية زواجه سافر إلى فلسطين وأخذ زوجته إلى أهلها ولم تكن علامات الحمل واضحة عليها فأنجبت عبد المطلب حينما أنجبته كان هناك شعر أبيض في مقدم رأسه حينما ويلد العرب تتيمن بهذا تتفائل به أخواله سموه بشيبة الحمد وعرف هكذا فحينما كان صغيرا صغيرا بقي عند أخواله إلى السنة العاشرة وما كان أعمامه في مكة يعلمون بوجوده في المدينة ما كان عندهم من خبر أخواله أخفوا هذا يخافون أن أعمامه يأتون للمطالبة به لكن عبد المطلب ما أراد أن يبقى عند أخواله يريد أن يذهب إلى أعمامه المطلب كان أخا لهاشم عبد المطلب الذي هو شيبة الحمد أرسل خبرا إلى عمه المطلب من دون أن تعلم أمه ومن دون أن يعلم أخواله أرسل خبرا إلى مكة إلى قريش إلى المطلب من أنني موجود في المدينة فجاء المطلب متخفيا وأخذه من دون أن يستأذن من أخواله لأنه كان يعلم أن أخواله سيرفضون إلا أن عبد المطلب كان يريد أن يذهب مع عمه فأخذه المطلب معه وأردفه على ناقته وراءه فلما دخل إلى مكة مسرعا المطلب سأله من هو هذا الغلام الذي معك على الناقة قال هذا عبدي ما كان يريد للأمر أن ينتشر من أنه ابن هاشم قال هذا عبدي فعرفه الناس بعبد المطلب حينما كانوا يشاهدونه يقولون هذا عبد المطلب اسم طارئ عرضي اسمه الأصل شيبة الحمد وكثير من مثل هذه الوقائع إمامنا الصادق كنيته الأصل أبو موسى ولكننا لن نجد هذه الكنية في كل الأحاديث التي رويت عن إمامنا الصادق يكن بأبي عبد الله عبد الله ولده الأكبر ولكن المعصومة كنيته الحقيقية بولده المعصوم فإمامنا الصادق كنيته الحقيقية أبو موسى المعصوم من بعده موسى ولكن لأسباب لظروف لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل كنيته المعروفة عندنا أبو عبد الله إنه الصادق صلوات الله وسلامه عليه أمر الأسماء هذا في أجواء أهل البيت قطعا هناك مقاصد أمنية في بعض الأحيان وهناك أمر يرتبط بالسنن والآداب والأحكام وهناك وهناك فما هو بمستغرب أن نجد العديد من الأسماء لشخصية واحدة أنا لا أقطع بهذا ولكنني قلت لكم إنني سأضع القرائن بين أيديكم وهذه قرينة من القرائن الكتب تحدثت عن بنت أو أكثر عن بنت صغيرة للحسين وهذه هي الأسماء التي ذكرت في الكتب فاطمة الصغرى فاطمة الصغيرة أم كلثوم زينب زبيدة رقية إذن هناك رقية هذا هو الذي أريد أن أصل إليه إذن هناك رقية في مجموعة الأسماء التي تحدثت الكتب عنها ومن أنها تشير إلى بنت صغيرة هناك رقية ويبدو أن رقية هي فاطمة الصغرى هي فاطمة الصغيرة قد يحدث خلط بين فاطمة الوسطى والتي عبر عنها بالصغرى في كتب المقاتل التي كانت خطيبة من جملة المتحدثين ومن جملة خطيبات الثورة الحسينية فاطمة الكبرى بقيت في المدينة سيد الشهداء هو الذي أبقاها في المدينة وأودع عندها موارث النبوة ودلائل الإمامة حينما رجع الإمام السجاد إلى المدينة هي التي سلمته خزانة الموارث والدلائل مجموعة الوثائق لا أريد أن أدخل في هذا المطلب فاطمة الكبرى كانت في المدينة التي كانت تخطب هي الوسطى هذا يقودنا إلى شيء يقودنا إلى شيء سيد الشهداء سم أولاده جميعا عليا وسم بناته فاطمة ولكن هناك الكبرى هناك الوسطى هناك الصغرى وهناك الكنى والألقاب فتتعدد الأسماء الكافي الجزء السادس من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة العشرين الحديث السابع من الباب العاشر باب الأسماء والكنة بسنده بسند الكليني عن البرقي عن عبد الرحمن ابن محمد العزرمي قال استعمل معاويته معاويته ابن أبي سفيان استعمل معاويته مروان ابن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش أن يفرض أن يحدد مقدار مال لهم من بيت المال هذا هو المراد وأمره أن يفرض لشباب قريش ففرض له جعل لهم أعطيات من بيت المال فقال علي بن الحسين إمامنا السجاد فأتيته فقال ما اسمك هذا الكلام زمان معاوية فقال علي بن الحسين فأتيته مثلما ذهب شباب قريش فقال ما اسمك فقلت علي بن الحسين فقال ما اسم أخيك يبدو أنه قد جاءه أخ للإمام السجاد فقال ما اسم أخيك فقلت علي قال علي وعلي حساسية من هذا الإسم قال علي وعلي ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلا سماه علي ثم فرض لي أعطاني الأعطية فرجعت إلى أبي فأخبرته أخبرته بالذي دار فيما بيني وبين مروان فقال سيد الشهداء ويلي على بن الزرقاء أمه 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 مروان هو أي حبابة هذه ما عندي وقت حتى أحدثكم عنها حبابة كل حبابة هذه فقال ويلي على بن الزرقاء دباغة الأدم الأدم الجلود لو ولد لي لو ولد لي لو ولد لي مئة لأحببت ألا أسمي أحدا منهم إلا علي أحدا ولذا نحن ماذا نكني نكني الحسين أبو علي أبو علي ويلي على بن الزرقاء دباغة الأدم لو ولد لي مئة لأحببت ألا أسمي أحدا منهم إلا علي ويبدو أن الأمر يجري مع فاطمة فأولاده كلهم علي حتى الرضيع الرضيع علي عبد الله هذا لقبه أولاد الحسين كلهم علي فهذا أبو العليين لو ولد لي مئة لأحببت أن لا أسمي أحدا منهم إلا علي وبناته كذلك هذا حسين أبو العليين وأبو الفواطن ماذا نقرأ أيضا في الجزء الخامس والأربعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة مية وخمسطعش الرواية طويلة التي أوردها المجلس أذهب إلى موطن الحاجة منها فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها رأس الحسين فنطحت جبينها بمقدم المحمل حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها هذا الكلام ينقل عن مسلم الجصاص الذي نقل الحادث فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها حينما دخلوا بالسبايا إلى الكوفة فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها رأس الحسين فنطحت جبينها بمقدم المحمل حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها وأومأت إليه بحرقة وجعلت تقول يا هلالا يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهمت ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا يا أخي فاطم الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يذوبا فاطم الصغيرة إذا ننظر إلى بقية المعطيات بخصوص السيدة رقي فإن الكلام هنا ينسجم مع شخصيتها مع مواصفاتها يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا يا أخي يا أخي فاطم الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يذوبا قلت لكم من أنني تتبعت الكتب فجمعت الأسماء فاطمة الصغرى فاطمة الصغيرة ذكرت في هذه الأبيات ولذا قلت لكم بسبب الشعر العقيلة جعلت الصغرى الصغيرة فالشعر ليس كالنثر لا يستقيم الشعر لو قالت فاطم الصغرى إنما يستقيم حينما تقول فاطم الصغيرة فهي هي الصغرى وهذا الوصف يأتي منسجما مع سائر المعطيات الأخرى التي سيأتي ذكرها اتباعا هذه قرينة قرينة كل هذا الكلام يشكل قرينة يشكل معطا من المعطيات التي لا نستطيع أن نبني عليها بناء كاملا لكننا نضعها كي تكون جزءا من بناء كامل وفي الوقت نفسه حينما تكون المعطيات بهذا المستوى لا نستطيع أن نذهب إلى جهة الإنكار أو إلى جهة التشكيك نذهب إلى فاصل سيف ابن عميرة شخصية شيعية متألقة من أصحاب إمامنا الصادق وإمامنا الكاظم صلوات الله عليهما من الأدباء والشعراء من رواة الحديث سيف ابن عميرة اسم لامع بين رواة حديث أهل البيت له قصيدة طويلة بحسب ما ذكرها فخر الدين الطريحي من علماء الشيعة المتوفى سنة ألف وخمسة وثمانين للهجرة في كتابه المنتخب والذي قد يعرف بالفخر أيضا نسبة إلى مؤلفه فخر الدين الطريحي المتوفى سنة ألف وخمسة وثمانين للهجرة هذا هو منتخب الطريحي وهذه الطبعة طبعة منشورات الشريف الرضي قموا المقدسة صفحة أربعمية وثلاثة وثلاثين قصيدة السيف ابن عميرة في العنوان هكذا كتب القصيدة لسيف ابن عمير خطأ في الطباعة إنه سيف ابن عميرة وهو قد ذكر اسمه في آخر القصيدة 106 بيت 106 بيت عدد أبيات القصيدة لراوية الحديث المتألق سيف ابن عميرة رضوان الله تعالى عليه هذه قصيدة حسينية يقول في أولها جل المصاب بمن أصبنا فاعذري يا هذه وعن الملامة فاقصري جل المصاب بمن أصبنا فاعذري يا هذه وعن الملامة فاقصري أفما علمتي بأن ما قد نالنا رجع عظيم مثله لم يذكري إنها الرزية العظمى إنه الحسين وآل الحسين القصيدة طويلة إلى أن يقول بحسب الطبعة صفحة أربعمية وخمسة وثلاثين لم أنس زينب وهي حسر حائر في نسوة متبرجات حسري تمشي إلى نحو الحسين وتشتكي ما نالها من ظلم ذاك المعشر الأبيات التي تأتي بعد هذين البيتين يتحدث في شعره سيف عن لسان العقيلة زينب لم أنس زينب وهي حسر حائر في نسوة متبرجات حسري تمشي إلى نحو الحسين وتشتكي ما نالها من ظلم ذاك المعشر إلى أن تقول الأبيات سيف ابن عميرة يتحدث بلسان العقيلة زينب مع الحسين صلوات الله عليه وسكينة إنها بنت الحسين وسكينة عنها السكينة فارقت وسكينة عنها السكينة فارقت لما ابتديت عن لسان العقيلة يخاطب الحسين لما ابتديت بفرقة وتغير وسكينة عنها السكينة فارقت لما ابتديت بفرقة وتغير ورقية ورقية رق الحسود لضعفها وغدا وغدا ليعذرها الذي لم يعذري ولأم كلثوم يجد جديدها ولأم كلثوم يجد جديدها لثم عقيب دموعها لم يكرري لم أنسها لم أنس أم كلثوم لم أنسها وسكينة ورقية يبكينه بتحسر وتزفر يدعون أمهم البتولة فاطما دعوى الحزين الواله المتحير يا أمنا هذا الحسين هذا الحسين مجدلا ملقا عفيرا مثل بدر مزهري إلى آخر أبياته التي يقول في ختامها مثلما كان الشعراء في تلك الأزمنة يختمون القصائد بأسمائهم وعبيدكم يخاطب أئمته وعبيدكم سيف فتبني عميرة فأبوه عميرة وهذا هو المعروف في كتب الحديث وعبيدكم سيف فتبني عميرة عبد لعبد عبيد حيدر قنبري وعليكم صل المهيمن ما سرى أو سار ركب في دجا أو مقمري وبهذا تنتهي قصيدته التي تجاوزت المئة بيت إنها قصيدة لراوية الحديث السيف ابن عميرة من أصحاب إمامنا الصادق ومن أصحاب إمامنا الكاظم صلوات الله عليهما في زمن قريب من واقعة عاشرة وكان من رواة الحديث معلوماته صحيحة من أصحاب الصادق والكاظم وهو ينظم الشعر واضحا وصريحا في أن رقية شخصية موجودة قالوا من أن رقية قد تكون رقية بنت أمير المؤمنين والتي هي زوجة مسلم بن عقيل نحن لا نملك دليلاً على أن زوجة مسلم بن عقيل كانت في خيام الحسين هذا أمر محتمل لأن آل عقيل كانوا بأجمعهم في ركاب الحسين أولاد مسلم ابن عقيل كانوا في ركاب الحسين ليس مستبعداً أن تكون أمهم رقية وهي من أخوات سيد الشهداء فمسلم ابن عقيل تزوج بنت عمه رقية بنت أمير المؤمنين لكن الشعر لا يوحي بأن الحديث عن أخوات سيد الشهداء وإنما عن بناته وسكينة عنها السكينة فارقت لما ابتديت بفرقة وتغير ورقية رق الحسود لضعفها الكلام يشابه الكلام الذي قرأته عليكم قبل قليل من شعر العقيلة زينب عن فاطمة الصغيرة ورقية رق الحسود لضعفها وغدا ليعذرها الذي لم يعذر لم أنسها لم أنس أم كلثوم وسكينة ورقية يبكينه بتحسر وتزفري لحن الكلام منطق الشعر يخبرنا أن سيف ابن عميرة يتحدث عن بنات الحسين وأم كلثوم التي ذكرت إما هي بنت العقيلة زينب وإما هي من بنات الحسين فقد ذكرت لكم مجموعة الأسماء قبل قليل فاطمة الصغرى فاطمة الصغيرة أم كلثوم زينب زبيدة رقية هذه الأسماء التي تداولتها الكتب فإما أن أم كلثوم هي فاطمة الوسطى وهذه كنيتها فبنات الحسين فواطم مثل ما أولاد الحسين عليون هذه وثيقة مهمة جدا هذه القصيدة لسيف ابن عميرة من أصحاب إمامنا الصادق وإمامنا الكاظم صلوات الله عليهم وثيقة مهمة جدا لإثبات وجود السيدة رقية إذا جمعنا بين القرينة المتقدمة وما جاء في شعر العقيلة زينب والذي يأتي منسجما في المضمون واللحن مع هذا الذي قرأته عليكم من قصيدة سيف ابن عميرة فإن الموضوع يتأكد وهكذا شيئا فشيئا نجمع القرائنة كي نصل إلى الحقيقة الواضحة ومن سيف ابن عميرة إلى كتاب مهم لباب الأنساب والألقاب والأعقاب كتاب معروف لنسابة معروف لابن فندق البيهقي المتوفى سنة خمسمية وخمسة وستين للهجرة لباب الأنساب والألقاب والأعقاب إنه لابن فندق البيهقي النسابة المعروف المتوفى سنة خمسمية وخمسة وستين للهجرة في جزئه الأول يذكر ابن فندق أسماء بنات الحسين فاطمة أمها أم إسحاق بنت طلحة سكينة أمها الرباب بنت مرء القيس ابن عدي زينب ماتت صغيرة أمها شهربان بنت يزدجرد أم كلثوم ماتت صغيرة أمها شهربان بنت يزدجرد هذه معلومات ليست بالضرورة أن تكون دقيقة نحن نجمع المعطيات من هنا ومن هناك في صفحة 355 من الجزء الأول من كتاب ابن فندق البيه هقي قال ولم يبقى من أولاده من أولاد الحسين إلا زين العابدين وفاطمة وسكينة ورقية إذن هناك رقية هي فاطمة الصغيرة التي تحدثت عنها العقيلة وهي هي التي تحدث عنها سيف ابن عميرة في قصيدته وها هو هذا النسابة المعروف يتحدث عن بنات الحسين فهو في موطن ذكر فاطمة وسكينة وزينب وأم كلثوم وفي موطن آخر تحدث عن الباقين من ذرية الحسين ويبدو أنه يتحدث عن الباقين بعد مقتله في عاشورة بعد الواقعة ولم يبقى من أولاده من أولاد الحسين إلا زين العابدين وفاطمة وسكينة ورقية فرقية موجودة شخصية موجودة هذه القرائن وهذه الشواهد وهذه الحقائق تخبرنا ابن طاوس رضي الدين علي بن موسى بن جعفر المتوفى سنة ستمية واربعة وستين للهجرة أنا بدأت معكم بحسب التسلسل التأريخي بدأت من كلام العقيلة زينب وكان ذلك في السنة الحادية والستين للهجرة وانتقلت إلى سيف بن عميرة لا أعرف سنة وفاته بالضبط لكنه كان من أصحاب إمامنا الصادق وإمامنا الكاظم هناك من يقول من أنه أدرك إمامنا الرضا وهناك من يقول غير ذلك لكن قطعا كان معاصرا لإمامنا الصادق وإمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليهما ومن سيف بن عميرة انتقلت بكم إلى النسابة البيهقي إلى بن فندق المتوفى سنة خمسمية وخمسة وستين للهجرة ومنه إلى بن طاوس المتوفى سنة ستمية واربعة وستين للهجرة هذا كتابه اللهوف في قتل الطفوف وقد يقال له الملهوف على قتل الطفوف لكن العنوان الأشهر اللهوف في قتل الطفوف هتاني نسختان قد تسألون لماذا جئت بنسختين لاختلاف بين النسختين فهذه النسخة التي عنوانها اللهوف في قتل الطفوف هذه طبعة المطبعة الحيدرية في النجف 1950 ميلادي طبعة قديمة في صفحة السادسة والثلاثين سيد الشهداء يهدئ عائلته ثم قال يا أختاه يا أم كلثوم وأنت يا زينة وأنت يا فاطمة وأنت يا رباب انظرنا إذا أنا قتلت إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه يوجه الخطابة إلى أم كلثوم إلى زينب إلى فاطمة إلى الرباب الرباب زوجته وهذا أمر معروف ولكن في نسخة أخرى والتي طبعت الملهوف على قتل الطفوف وهذه الطبعة هي طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر طهران إيران صفحة 141 وهي نسخة محققة وهذه النسخة أدق وأوثق ماذا جاء فيها ثم قال يا أختاه يا أم كلثوم وأنت يا زينب وأنت يا رقية وأنت يا فاطمة وأنت يا رباب انظرنا إذا أنا قتلت إلى آخر كلامه فبحسب هذه النسخة فإن رقية قد جاءت على لسان المعصوم يا أختاه يا أم كلثوم وأنت يا زينب وأنت يا رقية وأنت يا فاطمة وأنت يا رباب إلى آخر كلامي سيد الشهداء أيضا يطرح هذا الاحتمال من أنها رقية بنت أمير المؤمنين التي هي زوجة مسلم بن عقيل هذا الاحتمال وارد لكننا إذا أخذنا كل القراءة فإن احتمال أن تكون رقية هنا رقية بنت أمير المؤمنين سيكون الاحتمال ضعيفا إذا ما جمعنا كل القراءة وإذا ما جمعنا كل المعطيات خلاصة القول خلاصة القول عندنا معطيات تتحدث عن وجود شخصية يقال لها رقية ومن خلال المعطيات فإنها من بنات الحسين صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل ومن ابن طاوس المتوفى سنة ستمية واربعة وستين إلى الأربلي علي بن عيسى الأربلي المتوفى سنة ستمية واثنين وتسعين للهجرة وهذا كتابه المعروف كشف الغمة في معرفة الأئمة هذه الطبعة طبعة مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت علي ابن عيسى الأربلي المتوفى سنة ستمية واثنين وتسعين وهذا هو الجزء الثاني من كشف الغمة سنة 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 العنوان التاسع بحسب التسلسل في أولاده عليه وعليهم السلام في أولاده في أولاد الحسين سنة سنة في كتابه في كتابه كشف الغمة قال كمال الدين هذا كمال الدين صاحب كتاب مطالب السؤول كان له كان للحسين من الأولاد ذكور وإناث عشرة ستة ذكور وأربع إناث لكنه حينما عدد أسماء الإناث قال وأما البنات فزينب وسكينة وفاطمة هذا قول مشهور فلم يذكر الرابعة قد يقول قائل من أن الأربل لم يشر إلى رقية إذا اعتمدنا قرينة أن بنات الحسين فواطم والأسماء الأخرى تكون أسماء مكررة قد تكون ألقابا أو أسماء مكررة فربما فاطمة هي رقية وربما وربما هذه احتمالات وربما الرابعة التي لم تذكر هي رقية ما الذي نستفيده من كلام علي بن عيسى الأربل الذي نستفيده من أن المعلومات الكاملة عن بنات الحسين ليست متوفرة لدينا هذه قرينة مهمة هذه القرينة نستعين بها في بحثنا لأننا إذا كنا عالمين بنحو قطعي بعدد بنات الحسين وبأسمائهن فحينئذ لا نستطيع أن نبحث في القرائن والمعطيات المختلفة لأن الكلام سيتوقف عند هذه المعلومة عند المعلومة القطعية لكن حينما نجد عدم الوضوح في هذه الكتب التي تتخصص بهذا الموضوع هذا يعني أن فسحة أن مجالا لدينا للبحث وللتنقيب عن القرائن والمعطيات التي نستفيد منها في هذا الموضوع كان له من الأولاد ذكور وإناث عشرة ستة ذكور وأربع إناث إلى أن يقول وأما البنات فزينب وسكينة وفاطمة هذا قول مشهور إذن أين الرابعة هذا يشعرنا بوجود البنت الرابعة والتي قد يغفل عنها لصغر سنها من كشف الغمة الأربل متوفى سنة ستمية واثنين وتسعين هناك عالم من علماء الشيعة هو عماد الدين الطباري متوفى سنة سبعمائة في هذه السنة توفي عماد الدين الطباري لكنه ألف كتابا يرتبط بالموضوع في جهة من جهاته سنة ستمية وخمسة وسبعين للهجرة قبل وفاة الأربل الأربل توفي سنة ستمية واثنين وتسعين عماد الدين الطباري ألف كتابا سنة ستمية وخمسة وسبعين للهجرة هو توفي في نهاية القرن السابع في سنة سبعمائة كتابه باللغة الفارسية وترجم إلى العربية أيضا وهذه النسخة الفارسية كامل بهائي والذي قد يعبر عنه بالكامل البهائي كامل بهائي هو كتاب باللغة الفارسية ل عماد الدين الطباري هذا الكتاب تحدث عن طفلة صغيرة للحسين عمرها أربع سنوات لكنه لم يذكر اسمها وقال من أنها توفيت في الشام حينما كانت العائلة في بيت يزيد في دار يزيد وفي ليلة من الليالي استيقظت وكانت تريد أباها فعلى الصراخ والضجيج بين العائلة الحسينية ووصل الخبر إلى يزيد فأمر يزيد بأن يحمل إليها الطشت الذي فيه رأس الحسين فجاءوا بالطشت ووضعوه إلى جانبها فلما سألت عن الذي في الطشت قالوا إن رأس أباكي في الطشت فخافت هذه الطفلة وارتعبت وارتفع صوتها وصراخها وتألمت وفي غضون أيام توفيت هذا هو الذي جاء مذكورا في الكامل البهائي لعماد الدين الطباري هذه هي الحكاية من دون تشخيص اسم من بعد الكامل البهائي هذا الكتاب روضة الشهداء ل الملة حسين الكاشفي وهو باللغة الفارسية أيضا وهذه الطبعة طبعة انتشارات اسلامية طهران ايران صفحة ثلاثمية أو تسعة وثمانين وما بعدها الحكاية التي نقلها عماد الدين الطبري موجودة مع اختلاف في بعض التفاصيل أيضا الواقعة حدثت في الشام في دار يزيد وأمر يزيد بأن يحمل الطشت الذي فيه رأس الحسين فجاءوا بالطشت ووضعوه عند هذه الطفلة الحزينة الباكية رفعت المنديل الذي كان يغطي الطشت نظرت إلى رأس أبيها فماذا فماذا فعلت مسحت وجهها برأس أبيها وبعد ذلك وضعت شفتيها على شفتيه وفارقت روحها الحياة فارقت روحها الدنيا هناك فارق من أن رقية قد فارقت الحياة في اللحظة التي رأت رأس أبيها بحسب روضة الشهداء لملا حسين الكاشف المتوفى سنة 910 للهجرة بينما الحكاية في الكامل البهائي لعماد الدين الطبري توفيت بعد أن جاؤوها بالطشت بعدة أيام قلت لكم هذه معطيات لا نستطيع أن نتمسك بمعطن من المعطيات إلى حد كامل هذه معطيات هكذا تحركت المعلومات عبر التاريخ وعبر الكتب ومن الكامل البهائي لعماد الدين الطبري وروضة الشهداء للملة حسين الكاشفي المتوفى سنة 910 إلى المنتخب للطريح المتوفى سنة 1085 للهجرة والذي قرأت قبل قليل عليكم قصيدة سيف بن عمير من الكتاب نفسه بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة 136 من الجزء الأول فهذا الكتاب يشتمل على جزئين صفحة 136 من الجزء الأول يورد يورد حكاية طفلة الحسين التي قضت في الشام لكنه لم يذكر اسمها إذن الكامل البهائي لم يذكر اسمها لكنه قال إن عمرها أربع سنوات روضة الشهداء أيضا هذا الكتاب لم يذكر اسمها لكنه ذكر بأن عمرها أربع سنوات الطريح هنا ذكر الواقعة من دون أن يذكر اسمها اسم الطفلة لكنه قال بأن عمرها ثلاث سنوات وذكر تفصيلا للواقعة الوقت يجري سريعا وأنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء ذكر تفصيلا للواقعة التفصيل الذي ذكره الطريحي ليس موجودا لا في روضة الشهداء باللغة الفارسية ولا في الكامل البهائي باللغة الفارسية أيضا ولكن من دون اسم هناك كتب أخرى ذكرت بأن الواقعة هذه حدثت لطفلة رقية لكننا لا نعرف من أين جاءوا بهذه المعلومة إلا إذا كان جمعا بين هذه القراءة من المقاتل أيضا نفس المهموم للمحدث القموي صاحب مفاتيح الجناء هذه هذه طبعة طبعة المكتبة الحيدرية صفحة 415 نقل المحدث القمي عن الكامل البهائي لعماد الدين الطبري ونقل أيضا من مصادر أخرى صفحة 415 صفحة 416 والأمر هو هو في معالي السبطين المحدث القمي توفي سنة 1359 للهجرة المازندراني محمد مهدي المازندراني وكان من خطباء كربلاء المعروفين توفي سنة 1384 للهجرة معالي السبطين في أحوال الحسني والحسين هذا المجلد الذي يشتمل على الجزئين في الجزء الثاني صفحة 160 تحت هذا العنوان المجلس الرابع عشر بكاء يتيمة الحسين في فراق أبيها ونقل عن نفس المهموم ونقل ونقل كذلك عن منتخب الطريح وعن المصادر الأخرى وأثبت الواقعة في هذا الكتاب يمكنني أن أقول من أن خطباء المنبر حينما يتحدثون عن وقعة السيدة الرقية يأخذون من هذا الكتاب من معالي السبطين لمهدي المازندراني محمد مهدي الحائري المازندراني هناك كتب أخرى لكنها دون هذه الكتب في المنزلة العلمية والمنزلة التأريخية تقريبا هذه أهم الكتب لا أقول على حد الاستقصاء ولكن هذه أهم الكتب في المكتبة الشيعية التي تحدثت عن السيدة رقية بغض النظر كان الحديث بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ومثل ما قلت لكم في بداية الحلقة من أننا لا نملك أدلة واضحة على الإثبات على الإثبات ولا نملك كذلك مبررات واضحة على أن نتجه باتجاه النفي باتجاه الإنكار باتجاه التشكيك أعتقد أن المعطيات التي ذكرتها في أول الحلقة كانت قوية وواضحة جدا خصوصا ما يرتبط ب قصيدة سيف بن عميرة والمطالب الأخرى التي أشرت إليها نذهب إلى فاصل عردت بين أيديكم مجموعة من المعطيات من خلال جولة سريعة في الكتب التي تناولت هذا الموضوع من حيثية قريبة من حيثية بعيدة بنحو مباشر بنحو غير مباشر مجموعة القرائن والمعطيات التي عرضتها بين أيديكم من بداية الحلقة إلى هذه اللحظة لا أستطيع أن أقول بأنها تجعلنا نقطع بالموضوع بشكل كامل لكنها بنحو أكيد تحول فيما بيننا وبين أن ننكر وجود شخصية السيدة رقية أو أن ننكر أهمية مزارها الشريف المعطيات لا تقف عند ما ذكرت من المطالب بين أيديكم هناك معطيات أخرى نجمعها مع المعطيات المتقدمة نذهب إلى فاصل إذن تم الكلام في معطيات الكتب هناك هناك معطيات أخرى هناك معطى الواقع مزار السيدة رقية أمر متحقق على أرض الواقع وما هو بشيء عرف في هذه الأيام هذا المزار مزار قديم الشاميون يعرفون هذه الحقيقة والأمر الغريب الذي يلفت النظر أن هذا المزار في المنطقة التي يقطنها الأمويون في الماضي وحتى في الحاضر المساحات المحيطة بالمسجد الأموي في دمشق الأحياء المحلات المحلات السكنية في الأعم الأغلب هؤلاء من أحفاد الأمويين وهذا أمر معروف ما هو بسر أذيعه الآن منذ زمان حكم الأمويين هذه المناطق هي مناطق سكناهم أحفادهم لا زالوا موجودين في هذه المناطق فيما بين الأمويين نشأ هذا المزار لو لم يكن حقيقة هل يسمح الأمويون بوجوده ماذا يقول المنطق هل كانت هناك من قوة في دمشق تفرض تفرض على الأمويين أن ينشأ قبر لعدوهم فيما بين بيوتهم متى حدث هذا في التاريخ أخبرونا أخبرونا إن كان هناك شيء من هذا قد حدث كيف نشأ هذا القبر لو لم يكن حقيقة فرضت نفسها من أن الواقعة وقعت على الأقل في التصور الإجمالي الذي نمتلكه عنها وقعت هكذا من أنها طفلة للحسين ومن أنها توفيت في الشام في الأيام التي كانت العائلة الحسينية موجودة في الشام في وقت الآسر وإلا كيف سكت الأمويون على وجود هذا القبر فيما بينه وليس هناك من قوة تفرض وجوده عليهم خصوصا في الأزمنة السالفة في أيامنا صار حقيقة صار أمرا واقعا والفضل الكبير للإيرانيين في أنهم جددوا بناءه وجعلوه حقيقة لا شك فيها مع أن المزار كان موجودا لكن لا بهذه الهيئة وبهذه الهيبة وبهذه الهندسة الجميلة التي عليها المزار الشريف الآن الواقع يحكي عن نفسه بنفسه فهذا المزار ليس في الكوفة وهذا المزار ليس في البصرة وهذا المزار ليس في مدينة قم قد تكون الشكوك مع مجموعة من المبررات الأخرى تدفعنا إلى التمسك بها هذا المزار موجود في الحي الأموي في الوسط الأموي في دمشق وبجوار المسجد الأموي ما هو ببعيد عن المسجد الأموي هذه مناطق الأمويين التأريخية فكيف نشأ هذا المزار في أوساطهم هل جاء الشيعة وصنعوا هذا المزار برغم آناف الأمويين متى حدث هذا هذه حقيقة هذه حقيقة الواقع يشهد بها وأعتقد أن القرينة هذه وأن المعطى هذا أقوى من كل المعطيات التي حدثتكم عنها من معطيات الكتب إنه يتحدث عن نفسه بنفسه هذا حديث الماضي والحاضر هذا منطق الحق الذي يعلو صوته في داخل الأجواء الأموية هذا أثر حسيني لا يستطيعون إزالته إنها طفلة صغيرة طفلة صغيرة طفلة صغيرة بقيت معلما حسينيا واضحا إلى هذه اللحظة هذه آثار أبي علي هذا جزء من برنامج عاشوراء هذه اللقطة جزء أساسي من مجموعة اللقطات التي يتصل بعضها بالبعض الآخر لتشكيل فانوراما عاشوراء مآسي الأربعين وبرنامج الأربعين جزء من هذه الفانوراما وجزء من مآسي الأربعين حكاية رقية لن تكتمل الصورة إلا عبر هذه الوقائح لن تكتمل الصورة لو أنهم لم يقطعوا الرأس الشريف لن تكتمل الصورة لو أنهم لم يأخذوا الرؤوس معهم على الرماح يزيد نفسه يزيد نفسه كان على ربا جيرون حين أقبلت قافلة الأحزان والرؤوس على الرماح فماذا قال يزيد لما بدت تلك الشموس وأشرقت إنها رؤوس كالشموس برغم أنها قد قطعت منذ زمن بعيد في ذلك الجو الساخن في ذلك الصيف القائض لكنها رؤوس من رؤوس من هذا رأس الحسين وهذا رأس العباس وهذا رأس علي بن الحسين وهذا رأس القاسم بن الحسن وهذا رأس حبيب بن مظاهر وهذا 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 يزيد هو الذي يقول لما بدت تلك الشموس وأشرقت إنها تلك الرؤوس المشرقة لما بدت تلك الشموس وأشرقت على ربا جيروني يزيد هكذا نظر إليها وهي هكذا وهذه قطعة من تلك الشموس هذه قطعة مشرقة من الشمس الحسينية التي دفنت هناك في أوساط الأمويين ولا زال ذكرها شامخا إنها بنت الحسين هذا المعطى يجعلنا نقف طويلا نقف طويلا أمام صولة الحق وأمام نهضة سيد الشهداء معلم حسيني واضح هذا المعطى لابد أن نضعه وبقوة إلى جانب معطيات الكتب التي مرت علينا قبل قليل وهناك نوع ثالث من المعطيات إذن عندنا معطيات الكتب وعندنا معطى الواقع الذي يثبت نفسه بنفسه عبر الماضي والحاضر عندنا نوع ثالث من المعطيات إنها المعطيات الوجدانية قد يسخروا بها الساخرون ولكن الذين يتذوقونها ويعرفونها ويتلمسونها ويتحسسونها لا يبالون بسخرية الآخرين إنني أتحدث مع الذين يبحثون عن الحقيقة معطيات الكتب مهمة لكن معطى الواقع أقوى وأهم المعطيات الوجدانية أقوى وأقوى من معطيات الكتب ومن معطى الواقع يمكنني أن أقسم المعطيات الوجدانية إلى ثلاثة أقسام القسم الأول التجربة الدينية الشخصية وهذا يتعلق بكل شخص الذين زاروا مزار السيدة رقية إذا كانوا قد جاءوا لزيارتها بشوق ولحفة وتعاملوا مع مزارها ومع زيارتها بالنحو المرسوم للزيارات الشريفة فما استشعروه وما استحصلوه من تجربة دينية يشكل معطا من المعطيات بالنسبة له فارق كبير بين النزورة معلما أثريا من معالم بني أمي حينما نذهب إلى المسجد الأموي مثلا وحينما نذهب إلى زيارة السيدة رقية فارق فارق كبير إنني أتحدث عن شيعة العترة الطاهرة فارق كبير التجربة الدينية الشخصية من خلال التواصل مع السيدة رقية ومع مزارها ومع زيارتها ما يحصله الزائر من فيض من حلاوة من حلاوة معنوية ما يتلمسه زائر رقية من فيض مميز مميز مثلما رقية مميزة لا يستطيع أن ينكره حينما يدعوك كريم إلى وليمة ويقدم لك أشهاء الأطعمة وأطيب الحلويات وأحلى ما يمكن أن يشرب ويخدمك خدمة عالية لن تستطيع أن تنكر ما تذوقته وما استطعمته من طعام ومن شراب ومن فاكهة ومن حلو ومن 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 ولن تستطيع أن تنكر جمال خدمته وتواضعه و و و ستبقى هذه الآثار في نفسك هذا ما يناسب شخصا كريما ووليمة رائعة أما حينما يكون الكلام عن شخصية مقدسة وعن زيارة شريفة فهناك من الآثار ومن النفحات ومن الحلاوة المعنوية التي يستشعرها الزائر الذي جاء مشتاقا لزيارتها إنه يبحث عن آثار الحسين هنا هنا جزء من الحسين هنا عبق من عبق أبو السجاد حينما يتواصل الزائر معه سيستطعم ويتذوق معنا لا يستطيع إنكاره قد يقول القائلون من أن الإنسان بإمكانه أن يبرمج نفسه بإمكانه أن يؤكد على نفسه معنى من المعاني وحينئذ يهيمن ذلك المعنى على نفسه هذا ممكن هذا ممكن لكننا لا نتحدث عن قضية منفردة هناك معطيات الكتب هناك معطى الواقع وهذا المعطى وإلى جانبه معطيات أخرى لو كان الأمر منفردا فإن أحاديثنا تقول من اعتقد بحجر كفاه وهذه حقيقة من خلال التركيز النفسي من خلال تركيز التأمل والتفكر بمفردة من المفردات الفلسفية الدينية الفكرية الأدبية قولوا ما تشاءون لكن القضية ليست منحصرة بهذا العنوان فقط فهناك معطيات الكتب هناك معطيات الواقع وهناك معطيات وجدانية وجدانية أخرى أيضا هذا النوع الأول من المعطيات الوجدانية التجربة الدينية الشخصية النوع الثاني الآثار والكرامات هناك آثار وكرامات ملموسة وهذا ما هو بأمر مكذوب يكذب به علينا هؤلاء هم أهلنا ونحن نعرفهم وهذه المزارات وإن شطت وابتعدت جغرافيا عنا نحن نعرفها نحن نعرفها لا شأن لنا بالذين يكذبون الحقائق تلك مشكلتهم الذين يبحثون عن الحقائق عليهم أن ينصفوا أنفسهم أولا وأن يصدقوا مع أنفسهم أولا وبعد ذلك ينصف الحقائق وأن يكونوا صادقين في التعامل مع الحقائق هناك آثار عملية حسية الناس يتلمسونها ومعروف معروف في الأوساط الشيعية من أن رقية إذا ما قصدت في أمور تخص الأطفال فإن آثارها تكون واضحة أنا أتذكر حينما زرتها لأول مرة في حياتي سنة 1980 قبل أن يقوم الإيرانيون بتغيير بناء حرمها زرتها سنة 1980 حينما كان الحرم القديم فكان الشباك خشبيا وصغيرا يوحي بأن المتفون في هذا المكان صغير السن ويبدو أن تصغير الشباك كان مقصودا شباكها الآن أصبح كبيرا لكن في الحرم القديم قبل تغيير البناء كان شباكها جميلا جدا كان صغيرا ما إن يدخل الداخل إلى حرمها حتى يستحضر صورة الطفلة لأن الشباك صغير جدا وماذا بعد لعب الأطفال في كل مكان المكان مليء بلعب الأطفال كانت الطقوس هكذا أن الذي يأتي لزيارتها يحمل معه لعب الأطفال فكانت لعب الأطفال في كل مكان مجموعة كبيرة من لعب الأطفال فوق الشباك وكثير منها معلق على الجدران وبعضها موضوع على الأرض حول الشباك حرموا السيدة رقية في العقود السابقة فكان الناس يقصدونها في الأمور التي ترتبط بأطفالهم والناس حصلوا على الذي يريدونه من السيدة رقية هناك آثار وكرامات هذا الذي تحصل معه كرامة حينما يأتيه منكر كي ينكر مزارها هل يعتبر بكلامه هل يتأثر بكلامه هذه معطيات وجدانية يتذوقها أهلها ولذا سميتها قرائن لأن القرائن لا يمكن أن تكون دليلاً لوحدها لابد أن تجتمع القرائن جميعاً من هنا جمعت لكم قرائن الكتب مع قرائن الواقع مع القرائن الوجدانية هذه المعطيات الوجدانية منها ما يرتبط بالتجربة الدينية الشخصية للزائر الصادق في زيارته المخلص في زيارته ومنها ما يرتبط بالآثار والكرامات التي تلمسها الزائرون أولئك الذين نالوا مرادهم بسبب زيارتهم وتوسلهم بالسيدة رقية وهذا باب يكثر فيه الكلام ربما يكذبه البعض يسخر منه البعض تلك أمور ترتبط بالذين جربوها بالذين تذوقوها ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول هناك نوع ثالث من المعطيات الوجدانية الوقائع الغيبية ينكرها ينكرها الذين يريدون أن ينكروها هذا أمر راجع إليهم نذهب إلى فاصل إذن هناك معطيات الكتب وهناك معطيات الواقع وهناك المعطيات الوجدانية منها ما يرتبط بالتجربة الدينية الشخصية ومنها ما يرتبط بالآثار والكرامات ومنها ما يرتبط بالوقائع الغيبية الوقائع الغيبية سأحدثكم عنها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى وقت الحلقة انتهى وبقي شيء مهم من الحديث أحتاج فيه إلى وقت مناسب كي أبينه لكم انتظروني غدا كي أحدثكم عن مقصدي وأنا أقول من المعطيات الوجدانية الوقائع الغيبية نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر